بفكر حضراتكم ان احنا في العشر الاوائل بنتكلم عن المحطة الاولى من محطات سلام سلام هو المعنى الكبير اللي احنا ارتضناه نعيشه ونخرج به من رمضان عشان نخرج من رمضان بميلاد جديد وهو ميلاد السلام سلام العيش مع الله سبحانه وتعالى واخترنا للعشر الاوائل ان احنا يكون شعارها البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى والنهاردة هنتكلم عن سلام له صفات مهمة وصفات رائعة وصفات تخلي الانسان تتجدد حياته ويتخلص من كل الاعباء سلام يطف النار ويجلب كل الوان اللي اطمئنانه والهدوء والسعادة الى حياة الانسان سلام النهاردة هو سلام مزدوج سلام الوصل الودود او سلام الود الموصول اما تقول سلام الوصل الودود او سلام الود الموصول الاتنين بيوصلونا الى ان احنا في حضرة مولانا كتير مننا بيدعي في رمضان ان ربنا يعتقه من النار دعاء كلنا بنرجو فيه الله سبحانه وتعالى انه هو يعتق رقابنا بالنار وبيكون قصده ان يعتق من نار الاخرة لكن فيه نار تانية اشد عذابا واحنا بنتكلم عنها كتير بتبقى اشد عذابا على الناس هنا لان النار الاخرة ما حد شفها لكن فيه ناس بتعيش فيه نار تانية لابد العبد ان يسأل ربنا انه هو يعتقه منها وهي نار البعد عن الله سبحانه وتعالى ودايما بقول لماذا تؤجلون العتق الى يوم القيامة وانتم قد ضاق بكم الخناق انتوا ليه بتأجلوا ان ربنا يعتقنا من النيران الى الاخرة اما فيه نار احنا عايزين ربنا يعتقنا منها في الدنيا قبل الاخرة فالنيران اللي يعيش بيها العبد هي قطع من نيران الاخرة مش هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الحر اللي في الدنيا ده واحد كل الحر كل الحر كل اللهيب ده واحد على مئة جزء من نار جهنم فعلمنا ان فيه علاقة ما بين اللي احنا فيه والاخرة كمان النيران اللي في بعض الاحيين بنحس بيها وبنعشها بتبقى جزء من نيران الاخرة كما ان المعصية شعبة من شعب الكفر والطاعة شعبة من شعب الامان كذلك البعد والهجران شعبة من شعب النار والوصل الوصل بالله والحضور مع مولانا والوصل شعبة من شعب الجنة طب نعمل ايه عشان نقدر بقى نعيش في سلام بعيد عن هذه النيران بعيد عن ده ازاي نعيش في سلام ونقدر نكون موصولين بالله هذا الوصل اللي كله تودد من مولانا سبحانه وتعالى محدش تعجب احنا طول الوقت سبحان الله كتب لنا الرزاق فيعطينا اياه ثم يجدد عطاء لنا سبحانه وتعالى فيامين الرحمن ملأ سحاء الليلة والنهار طب بتسح على مين بتسح علينا احنا فودوا الله حاصل ووصله دائم فلازم نفهم ان رسول الله اللي بتأتينا لا تنقطع عنا ابدا فرسول الله دائم لك كما ان الرسل اليك رسل الايمان الله سبحانه وتعالى ارسل اليك رسل ايضا رسل الهداية فربنا ارسل اليك رسل الايمان وارسل اليك رسل لترك الكفران كفران النعمة كذلك أرسل إليك رسل الجنة وأرسل إليك رسل التحزين من النار فلو كنت موصولاً بالله وابتعدت عن القطيعة إيه اللي حاصل؟ ابتعدت عن أن تقطع عن الجنة وده لن يكون إلا بأنك تخرج من أن تكون من أهل الهجران لأن الهجران قطعة من قطع النيران والعياذ بالله واحد يقول لي طموه الهجران ده مش بإيدي لا 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 الهجران ليه معنى صحيح الهجران زي ما بيعرفه أهل الله ليس الهجران من الله الله لا يهكر ولكن الهجران ده معنى بيتسلط على الإنسان يظن بأنه ابتعد عن الله وأنه ذهب عن الله سبحانه وتعالى ولذلك الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته هو الهجرة هو الهجران ده بتنسب إليه لأنه في بقى الحديث في النصف في السرس الأخير من الحديث يقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبوها أو امرأة ينكحها هو ده الهجران بقى أن تقصد ما سوى الله أن تبتعد عن الله أن تطلب غيره ولذلك الهجران عند أهل الله ما بيبقاش الهجران عن الله لكن الهجران ماذا أن أنت تترك الهعد الذي أخسته على نفسك اللي هو إيه أن الله سبحانه وتعالى أعلمك بأنه وهو معكم أينما كنتم ففي عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على نفسي والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميع فقلاص فيش هجران من الله تبقى هجران ده بيبقى منين يكون من العبد الذي هجر الله سبحانه وتعالى يأني هجر الله سبحانه وتعالى استجابة استجابة لغشاوة نفسه استجابة لإيه لغشاوة نفسه لا إنه هو هجر الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه خرج من سلطانه لكن هجر الله يعني هجر ذكر الله وابتعت عنه ولذلك القرآن يقول وقال الرسول ايه بيقول ايه يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة ايه اللي حصل هجروا القرآن تركوا القرآن واذا حصل لكن القرآن في ذاته ما فرطنا في الكتاب من شيء كل احوالك موجودة في القرآن فهم يهجرون الله يهجرون الحقيقة الى الوهم وينزلوا من باب الجلاء والنور المشاهدة الى حجاب الغشاوة فتصبح هناك غشاوة على قلوبهم ويظنوا انهم هجروا الله سبحانه وتعالى لانهم لا يريدون القرب وبيظنوا انهم قادرون على ان يعيشوا ويستقلوا بحياتهم عن الله فإن اللي حصل فيفعلوا ما يريدون ويظنون بانهم قادرون على الخروج من ساحة الله وقدرين على الاختباء وقدرين على انه في بعض الناس بيحصل لهم وهم ان هو زي ما هو مش شايف ربنا ربنا مش هيبقى شايفه والعياذ بالله وهذا قمة الهجران ان انت يغلب عليك وهمك بانك اذا لم ترى الله فهو لا يراك شيء مش من السزاجة ومش من البراءة ولكن من نوع من انواع والعياذ بالله الحجاب الكثيف على القلب ولذلك ايه لحصل لما كنت دايما بقول لي احبابي لما بيسألوني طب كيف اعود الى الوصل قلت له الوصل لا يحتاج لطريق طويل هل الاقبال على الله يحتاج لطويل الى طريق طويل ان نقطعه قلت لا بل يحتاج لحجاب عن قلبك ترفعه فاذا رفعت الحجاب وجدت الله تجاهك لزيك انا بغس احبابي دايما في بداية رمضان ان اول عطق تطلبه هو العطق من الهجران وهي اذا طمنك الله سبحانه وتعالى ما كان الله سبحانه وتعالى ليعتقك من نار الهجران ويدخلك نار الجحيم التي كتب عليها كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني ايه اللي حاصل لو اعتقك الله سبحانه وتعالى من نار الهجران من عاش على شيء مات علي ومن مات على شيء بوعث علي فاذا انت لو انك انت عشت هنا في الرضوان وعشت هنا في القرب ولم تعيش في حياة الهجران فابشر لان النار مكتوب عليها ان هي محل الهجران كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ بمعنى اليوم او غدا او في المستقبل يومئذ في الاخرة فاذا قطعت الهجران عنك الان بالاقبال على الله فهذا من عاجر بشرى المؤمن بالجنان يبقى ايه اللي حاصل يبقى لو قطعت عنك الان هذا الهجران فهذه بشرى بانك من اهل الجنان طب ليه لان الله سبحانه وتعالى اذا وقفقك الى هذا واوت بيه متشابهة يبقى هو سيعلمك كان يريد ان يبشرك بانك ستكون على هذا الحال في الاخرة وعشان كده انا عايز اقول لكم ان الحكمة المهمة جدا في هذا المعنى ايه هي من لم يقطع دواع الهجران لم يذوق حلاوة الجنان اللي مشا يقطع عن نفسه دواع الهجر اللي فيها ترك ترك مرضات الله واتباع الهوى والعيش باستقلال عن الله والاحساس بان انا استطيع ان افعل ما اريد وان في الاخر خالص ان حسابي لن يكون مهما لان في الحقيقة انا حصلت على متعتي وعلى لزتي فانا في امان في امان السعادة واللزة والشهوة فانا مش بحتاج لحاجة تاني فلازم تبتعد عن ان تهجر الله سبحانه وتعالى لازم ان تبتعد عن ان تهجر الله سبحانه وتعالى لان ليس معنى الهجران ان تقطع ايه ان تجرى هجرانك بتلاوة القرآن بس مش ممكن يكون مهنى العجران ان انت تقطع هجرانك للقرآن بل تقطع هجرانك باستحضار انك في حضرة مولاك على الدوام علشان كده بنقول السلام مع الله هو اساس الراحة في حياة الانسان وانه ينسكن مع كل ما حوله فعمود المودة والرحمة والسكينة في كل حياتنا هو السلام ولذلك فاول ما يدخر الصراع تبدأ عوارض الجفوة والجفاء فلازم تعرف ان السلام في الوسط بالله المغلف بالود ويبدأ هذا السلام من انك انت تتواصل مع الناس ولن يسلم الناس من لسانك وادك إلا إذا كنت من أصحاب التسليم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد إزاي بقى نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عيعلمنا إزاي ندخل في هذا السلام سلام الود الموصول أو سلام الوصل الممدود هذا ما نعرفه سلام الوصل الممدود